بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على حبيبنا محمد وعلى أصحابه المسلم هذا تلميذ يدرس في ثانية بكالوريا في إحدى المدن المغربية يعيش مع أمه المطلقة وأمه المطلقة هاته ليس لها مدخول ولا تمارس أي عمل وحتى إن بحثت عن العمل لا تجده فهي تمتهن الزنا وتأتيه إن شاء الله تعالى بهذا النوع من الرزق يقول الآخي شهر تبارك وتعالى أنا أنصحها بترك هذه العلاقات المحرمة فتدعو علي وتقول اخدم ودبر على رأسك ورواح سلكني من هذه المشكلة واش كان شي رحمة قتله في هالبلاد كان شي واحد اللي يعرف بمك ويعطيها زكاة تقول لي يعطيها شي حاجة لي ينقذها من هذه الورطة وقال لك أنا الآن منين دائمين كان يقول لها تبقى تدعي عليها وتقول لي له لا يديركم الله يسخط عليكم ذكش وعندي زوجت على الأسئلة الآن كيف أتصرف مع أمي والثاني هل آكل من كسبها لأنه ليس لدي أي مصدر أنا تلمي ومستغرق في متابعة الدراسة وليس لدي أي وقت لكي أصرفه في البحث عن العمل لا يمكن أن تجمع بين العمل والتهيئة للبكالوريا وكذا هذا هو الآن السؤال في بلاد المغرب في بلاد المسلمين هذا السؤال في بلادنا المغرب العزيز ولذلك أقول في الديباجة تعبوا اسموه الديباجة أو لما تعبوش اذا ه URL هذا السؤال يخسوه الديباجة والسموه الديباجة على المسلمين أن يعرفوا واقعهم وعلى الدعاة إلى الله أن يعرفوا أنواع المشاكل التي يغرق فيها كثير من المسلمين فمعرفة الواقع ضرورية هل هذا الكلام الذي قالت الوالد صحيح أم ليس صحيح؟ هو واقع لا يرتفع قضية مرأة طلقت وتبحث عن العمل موجدته ما أكثرها والله ما أكثرها مرأة مطلقة بحثت عن العمل ولم تجده زيد ولم تجد من يرحمها زيد كائنة زيد لحظة هذه كائنة مرأة مطلقة بحثت عن العمل لكي تنفق على ولدها فلم تجد كائنين بالعشارات امرأة مطلقة بحثت عن العمل ولم تجده في البلاد ولم تجد في العائلة من الميسورين أو من المحسنين من يحسن إليها كائنة كائنة والرابعة امرأة مطلقة بحثت عن العمل فلم تجده ولم تجد المحسنين لا في العائلة ولا براءة وهل وجدت من العلماء والدعاة والفقهاء من يدل عليها الذي يعرفها هل وجدت من المجتمع من الجمعيات الذين يدلون على أن ثمة امرأة هناك عندها وليد وما عندها اللي يخدم عليها وما عندها كذا ويسجلوها في الجمعية وكايدورها بحل أرامل وبحل ليتاما ويحفظونها كرامتها حتى لا تبيع عرضها إذا لقابوها ثلاثة أطلاع أطراف بحثت عن العمل ولم تجد فالعائلة ديالها ما كانش اللي يدل عليها لا ما كانش يجوز لها تزلي ولا ما يجوزها يجوز ولا ما يجوز لا يجوز ولا وماتت لا تعكلوا المرأة يبثديها ولو جئتم بمليار عذر حتى لا يستسهل الناس الانحراف بسرعة فإن في المجتمع المغربي والمجتمعات الإسلامية الخير إلى يوم القيامة فلو أن المرأة تزيد كانت متدينة محافظة على دينها لن يضيح الله نعم سيبتليها الله تعالى ولكن إذا صبرت واحتسبت وتعففت فلتعلم أن الله يقول ومن يتق الله يجعل لهم خرجا والله غيلا يصفط لها الله المؤمنين لأن لا شفوا الحار فترى حتى وحد ما يبقى يديها فيها يعتبرونها بغي ولا يقصدونها إلا لقضاء حوائجهم عبر الحرام ولذلك أنا كان يقول لها المؤمن مثل هالمؤمن هذا غير مثال أنا مش غير هذه وحدة اللي فاتت علي اللي قلت لي هكذا العدد اللي جاءت اللي قلت لي أقسم بالله اللي كان يصب لي أعطني ولا ما تزني ركي هاتش ما ما يركبش لأن المجتمع يعاون على هاتش المجتمع يعاون على هاتش ولذلك أنا نقول لهذا المثال قالت هند رضي الله عن حينما جاءت تبايع رسول الله ولم يكن يعرفها وقد خفت أخفت وجهها قال بايعيني على أن لا تشركي بلا شيء قال باعتك احتقل ولا تزنينا قالت وهل تزني الحرة شو يعني هذا العربة وهل تزني الحرة الحرة تأكل التراب ولا تأكل بثديها تأكل التراب ولا تأكل بثديها من ذلك لا نقر على ذلك نقوله مظلومة مظلومة شو نظالمها المجتمع والحباب والدولة اللي عندها هذا الناس لا تبحث عنهم هذه المنة هذه هذه المنة هذه هذه المنة نمشي وإن شاء الله تبارك وتعالى المجتمع 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 المسؤول عن هذه المرأة شكو المجتمع لو أجيب لي أولاً لعائلة واتي المسكين حقه واتي ذا القربة حقه والمسكين هذا ذا القربة اللي ما عندوش را عندو حق أبدا ليس البرو أن تولوا وجوهك وقرأ المجتمع في المغرب ولكن البرمن آمن حق زيد وات المال على حبه ذوي القربة حقه ستسألون لحباب هاللي عندهم إن شاء الله تبارك وتعالى ويبسر عليهم سيدة ربي ومخلينها تمشي لطرق جل الحراف ذي الزين الذي يهتزون العرشان رحمن فهم مسؤولون بين يدي الله أقولها وأنا مطمئن وأسأل عنها يوم القيامة أقسم برب العزة إن أهلها وأحبابها من أعمامها وأخوالها وأبناء إخوالها ومن أخواتها من كان يملكوا شيئا يستطيعوا أن يكرمها بها ليجنبها الانزلاق في سوق الفر أقسم بالله إنهم مسؤول بين يدي الله عن ما تقترفون هذه الثانية الدولة ما أهضرش عليها الدولة أرى أمنا ما شور الثلاثين يمشي والوليد أنت على الذي يقرأ هذا الولد المتدين طيب الذي يحافظ على صلاة الصبح أقول سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي كم من ولد يأتي به الله فيجعله رحمة على والدي هذا الولد الطيب المؤمن المجتهد المصل الذاكر لله الذي خرج من هذا البيت أبوها لاش تلق ذبا راسه ولكن سبره حمسكين من صغره مع أم ومت أبوها ما عارفوش مشاه الدبر أخرى ومشاه وبقى معها الأخر لا إله الله يعني أنه مدي لهالطريقة لاش كأن لأمه أثرا في ذلك نيوخ هذا شي وتخدم على الأولاء يعني بنت بنت والدليل أنه حينما كبر وعالم وراء ما تصنع أمه كيقول يتقي الله يا أم الله يخليك أمه وكيشوف الرجال يجيو عندهم الدار وكيدي ويقول أمه لاش مش لك تسودي لوجهي مش هذا العرض يالي يقول له مش يشغلك كيش واحد اللي رحم من أنا يخدم عليك وانت يا لقيت اللي تخدم وتقرأ أروح سلك أمك أنا مريش ندير هغي هي كدر هذا كدر هذا يقول يحترق يقول الداخل قال لي ماذا أفعل ليس لك إلا هذا إلا أن تأمرها ما دمت معها حتى يفرق الله بينكم بموتنا ليس لك إلا ذلك فقد ظل رسول الله يأمر وينهى عمه أبا طالب حتى وهو يموت قال لقل لا حتى ما إنك لا تهدي من أحباب ولكن عليك الملاغ يا أخي قل لها لي ومغدا تزاف عليك ويدعي لك ما ديها شو الدعوة الدعوة يلهم بني على باطل الله يدير لك الله يدير لك لا تهتم بذلك قل لها قل لها ولكن أنا دائما كان نقول للوليدات يمن يهضروا مع والدهم يهضروا ماش بالتي أحسن لأن ربك بكل تقول لهم لأن ليس بعد الذنبي شرك ويقول تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعب هالقضية ولكن صاحبهما في الدنيا معروف المصاحبة ديالك مع الوليدات ديالك تكون معروف ما تقول لاش أفن ما تفتش عن ياس قول لها يا أمو أنا بغيت لك الرحمة يا اللير فتني تسعة شهور بطن ديالك يا اللير رضعتيني يا اللي خدمت علي يحتر وصل 18 العام يا أمو امتي أنا رأي نعرف لك هال الخير فليس هنالك أحد أحسن إلي بعد الله مثلك يا أما أنت ديالك في الخير أنا لا أرى أن الطريق اللي لك غد ياف هي الطريق الخير رأى طريق على المصائب ولي الربي ولو اللي تربي والله ما يسمح فيك ربي من كان لله كان الله ولا ويبكي ويتد مع عينيه ويقول الولدة تعوي سلم لها على رجل هك يجي خارجها وعلى رأسها أولاد مش عند شي جمعية ديال الخير وكاد يقول لما ودي أنا رلي يتيب والولدة ديال كده وسجلوني معاكم الله أرحم مال دير شي تحركات إن شاء الله بها كده الأخير هو هل يجوز لك أن تأكل من هذا الذي تأتي به الوالدة هذا سؤال محرج لأنني لو قلت لك لا يجوز وأنت واش تمشي ضياء واش ضياء قرائتك واش تغذيت مش تخدم واش كين فين تخدم واش كده انت راك زعم الله يحفظ في هذه المسألة أنت مضطر إذا مش تأكل وانت يا راضي غادي ذاك يكون تشجع لأمك وهذا خطر وفيه رضا بما تصنع ممشي تأكل واش تخدم واش مو غادي ضياء قرائتك وربما ما تصنع مش الخدمة وأنت الآن بين مفسدتين عظيمتين أن تأكل زيد فهذا رضا بما تصنع الأم وتتحمل الوزن الثانية أنك تبشي تخرج لا هذه مفسدته فاصطدمت مفسدتان عندك ستتحمل المفسد الصغرى لدفع المفسد الكبرى ورها المفسد الصغرى قولوا لي المفسد الصغرى قالك يأكل والمفسد الكبرى قالك إلا 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 مش رأعونك فيها مفسد تخرج بالرأ وزم يال وغش كدرت وزنها وراء الميزان شكونا عنده الميزان أنزل الميزان شكونا عنده الميزان يوزن ففكرت وقلت بتوفيق الله سبحانه تابع دراستك وحينما تأتي إلى البيت لتأكل لا تأكل وأنت ساكت قل لها يا أمه أنا آكل مضطرا أنا لا أقرك على هذا العمل الذي ترتزقين به أنا وددت لو أنني أجوع ولا أكل هذا يا أمه إذا استرسلت في هذا العمل سأقاطع الأكل وسأصوم ندير إضراب على الماكلة أنا ما نقدر لنخرج نخدم بغي نقرأ ماشي سلكي ولكن خسني ناكل ولكن ماشي ناكل مش هارض ذاك رأينا ناكل لأن الأكلية ما تحفظ فمش من لا ري مقر لا ناكل النغم تعلم يا النغم نهضر نغضر نغضر ويابا غدي جي وحلو قيتار أنا غدي مرقش ناكل هذه الموت قدامك وأضرب على الأما أضرب على الأكل وشوف هددهاب هاد الشي وشوف فراد مصدر ودي ذاك شلي بالكول يشوف شي جمعية وشوف لعل الله تعالى يجي مصدر آخر أما إذا وجدت مصدرا آخر من الرزق ديالك فلا تأكل آبدا إذا وجدت شي مصدر تعالى رزق ديالك وين وقليل بحال خدمت شي تبقى تخدم شي صباحية وتخدم شي وتجي في إسادك ما تأكل شي أبدا ما تأكل فلا يجز لك إلا اضطرار زين ومع النكير اضطرار مع النكير ولك تكون خرجت بذلك الرئيضة ديال آخر والله تعالى على وعلم وصل الله على حبيبنا محمد وأستسمحكم على هذه الإطارة هذا في الرفع القاضية الله يقدر يحل واحد المشكل إذا كانت هذه المرأة ما صبت لا اللي يعطيها لا اللي نهر عليها لا اللي نبه عليها والله إن هذا من الحلول المطروحة أن تخرج تسأل لكي تأكل في بلاد المسلمين لأنها لا تجد تكل ولدها أهون من أن تذهب لكي تبيع عرضها وتأتي بالحرام هذا مهم هذا هذا مهم تشير ولكن لا ينبغي إذا انشرت على أن يكون خروجها للسؤال لتستكثير فتتعلم هذه المصيبة فتقع أيضا في مفسدة كبيرة أخرى هذا الحل فالظرف هذا الله جزيك بخير وديه الصالح هذا سيديه سيديه حركة الخروج عند البلد وعطر 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 نعم جزيلا الله جزيلا شكرا وش حال هذه الأمثلة وش حال تعف المجتمع سمعتها سيد السيد السيد الله وش حال جال الأمثلة إن شاء الله اللي كيناك وش كلها ري عرفهم وش كلها ري عرفهم نعم 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 جزيلا جزيلا